بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم طلابي العزاء. طلاب مع حصة جديدة. من حصة مع شريف الهواري. ان شاء الله جاهزين لامتحاننا. انا عارف انتم شاطرين. آآ بكرة ان شاء الله تركزوا في الامتحان كويس جدا. آآ لأسئلة هتيجي زي ما انتم شايفين سهلة جدا. آآ كلها. آآ وطبعا نزلت لكم لكده آآ ست نمازج امتحانات لازم نراجحهم كويس يا ولاد. اسئلتهم مهمة جدا. حتى لو كانت فيه من فيه منها مش تشوز. طبعا واعتبر كأنوس قال تشوز. بس الاجابة مش موجودة قدامك. حتى كان نفس الكلام. انا عايز اخليك تفكر بأسلوب اعلى شوية من اسئلة تشوز. ولا انت تجيب الاجابة يعني من الزاكرة بتاعتك ومن فيه منك للدرس بتاعك. مش عايز نطابل في الكلام شوية. طبعا كل اللينكات هتلاقوها تحت الفيديو ده في مربع الوصف. كمان في جروب على الفيسبوك والتلاجرام والواتساب. كل هنزل لكم الفيديو بتاع طبعا الورق بتاع المراجعة اللي انا هنزلتها. الست مدحانات والفيديو بتاع الشرح بتاعهم والحل بتاعهم في التعليق المثبت تحت الفيديو ده. يلا بقى نبدأ. يلا جاهزين معي. يلا حبيب. اول سؤال. طبعا اه اه هياكل العربيات يا ولادة هياكل السيارات مصنوعة من ايه? تقول لازم تكون من حاجة الكربون يا مستر والسلفر دول مش هما اكيد يا واحنا اخدنا يا ولاد طبعا ان الكبر ده في وفي اللي هي الترمسيل لكن طبعا هنا يا ولاد مين? الايرون. اه نمبر تو. الارض بيتلفى حوالين الشمس مرة كل دقيقة يا ولاد. هل حوالين الشمس? خلي بقى لكم الصن. اه هو طبعا حوالين نفسها اه طبعا دي. لكن الصن سري هندرد سيكستي فايف اه نمبر ثري اه طبعا ده بيعمل يا ولاد سيكوينس اف فور سيزن عشان لو جلنا جلنا في اختياري ممكن تجلنا المعرض يقول لك ايه يحصل ايه? طبعا سيكوينس افور سيزن. اه نمبر ثري فروم ميجرينج طولز اف لينس ار. مين الميجرينج طول بتاعت اللينس الطول? هل طبعا هل يا ولاد اي بلانس يا مستر? لا. اي بلانس يعتبر بتاع مين? بتاع الماس? طب لا. ده ده الخاص بايه يا ولاد? ده الخاص ان انا لو اجيب تمام? مسلا اي ان كان الفوليوم او او لو انا حطيت مسلا حاجة غير منتظمة الشكل اي حاجة سولد زي حجر مسلا او حاجة وعايز اجيب له بتاعه. هتميها طبعا هتطلع فوق كده الووطر ليفل وصل مسلا لسيكستي يبقى الجديد بتاعي يطلع وموجود اكيد فيه زي كده. اه لكن هنا انا مش عايز انا سوري انا مش عايز انا عايز طبعا اللي هي انا عارف ان انتو عارفين الاجابة وجاوبتوها بس انا بقول طبعا احتمالات تانية لاسئلة تانية ممكن تجنة. عشان احاول من سولد لليكويد. انا بس انا معني معني يوم تاني. اه من سولد لليكويد يا مستر انا معنى مسلا وسخنتها. حتتحول لليكويد. يحصل الله يا مستر. برافو عليك. طبعا يعتبر يعتبر يا ولاد. اما لما حول من لسولد انا عندي ازازة مية وبحطها في الفريزر. اه يا مستر يحصل الله فريزنج. برافو اه جاس. ده يا مستر لما حط هنا كول كول دي سيرفز عامل كولينج هيتحول لليكويد ده اسمو كوندنسيشن. اما فروم ليكويد لجاس يبدأ طبعا انا جاتي معاكم كلكم اه كلهم عشان تكونوا عارفينهم طبعا وفاكرة. ده موديل وان. يلا نشوف مع بعض موديل تو. موديل تو. اه موديل تو يا ولاد يلا نبدأ كده ايه مو بالزبط. اطلعفو شوية. اول سؤال في ماديل اه 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 آه اpping of liquid metals is. عايز اقسامبل. مفروض يعني مش ابق . واقسامبل of liquid metal. احنا عارفين ان الميتال. ALL ARE SOLIDS. كل يا حبيبي. معادة مين معادة يا مستر اللي في الترمومتر ده. هو المثل الوحيد اللي هو الميركوري. برافو عليكم. طب مستر ممكن يغير لي في السؤال? ممكن يقول لك كده. طبعا دي السئلة السرشودي يا ولاد مش شرط اللي هي اللي تيجي. ممكن يعكس لك. يقول لك او ليكود نون متل. ليكود نون متل. مين اللي ساعتها تختار اللي جنبه اللي هو البرومين. لو قال لك لكن هنا قال لك طبعا الميركوري. اقرب اتنين او اقرب كوكبين للارض. خلي بالك عشان كلكم بتتخدعوا وتفتكروها للصن. لو للصن كنت هقول ميركوري وفينوس. لكن انا مش هقوله هو ما قالكش للصن هو قالك للارض. طب وبعد كده مين? بعد كده يا مستر بعد كده مارس. مين الاقرب بقى الارض اللي هي دي. دي الارس هاي. مين الاقرب لها? هتقول لي يا مستر ومن كمان ومارس. يبقى نختار ومارس. كل دو الفيزيكال يا ولاد. يعني يا مستر فكرنا كده يعني شكل بس. يعني مش في كمان يا ولاد. تقول لي يا مستر شيء بس. اه يا مستر الشكل بس لتغير. لكن المية مسكرة زي ما هي. ما بقتش طعمها ملح يعني صح? يبقى ده فيزيكال. اه. لما يا مستر. بقى اتنين حديد ده يعتبر فيزيكال. فيزيكال تشينج. هل ما بقاش حديد لما التانى? لا حديد برضو. هو شمعي برضو يا مستر بس بقى لكن هل ما بقاش شمع? لا شمع. مين بقى الوحيد يا اولاد هنا اللي ما يعتبرش فيزيكال. فيزيكال طبعا اول فيزيكال اكسبت اللي هو يعني تعفن الفاكهة او اللي هو العطم بتاع الفاكهة. اللي هي معك تفاحة مسلا بقى تسودت لما تركنت فترة. طيب اه لما اجيب بتاع ليكويد يا اولاد ينفع سنتيمتر? لا. هل الجرام? لا طبعا دي ماس. هل الكيلو جرام ماس برضو? يبقى اكيد طبعا يا ولاد. يلا نشوف تعالوا نشوف بعد كده يا ولاد مع بعض. طبعا يا ناس حرف طبعا. اه كده حاجة تانية خالص. طبعا مصنوع من ايه التماثيل والكوينز يا ولاد? هل مصنوع من اليمانيوم? لا يا مستر. هل ينفع من الكاربون? لا طبعا. الايرون لا اكيد من الكابر. دك طبعا من ضمن استخدامات الكابر. آآ طبعا ممكن نشوف الفيديوهات بتاعيتنا كلها من آآ قائمة تشغيل جريت فور هتلققى طبعا تحت الفيديو ده. مفروض برضو هنا مين آآ طبعا آآ ابرط كوكب? هتقول يا مصر الابعد واحد اقول لك لا. ده يعتبر يا ولاد البلو بلانيت. او اللي هو اللون الازرق او الابعد. لكن طبعا او آآ اللي هو آآ نمبر ثري. مطر ينفع يحصلها يا ولاد يعني انت تنضغط يحصلها انضغاط. في اي السليد ينفع انت تضغط حاجة صلبة? لا طبعا يمس. لا يا مصر ما ينفعش اضغط هل ولا طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا آآ آآ نمبر فور طبعا في سلندر بفوت كيبك سنتيمتر يعني كيبك دي حاجة عملاقة جدا يعني. آآ من المية ادي قال لك لما حطينا طبعا لما حطيت حجر المية تلعت لون هندرد توينتي. هيبقى فيها سنتيمتر وساعتها اختار يا ولاد سنتيمتر. اه دي الاجابة بتاعتنا. بكده خلصنا بتاعتنا. نقدر نرجع طبعا الاتانية. آآ اللي انا عاملها اللي هما ست امتحانات اللي انا منزلهم ان شاء الله. هتلاقوا اللينكات بتاعتهم والفيديو بتاع الحل بتاعهم تحت الفيديو ده في التعليق المثبت. يا ربنا مفاقكم في الامتحان ان شاء الله. ما تلاقوش خالص كل الاسئلة سهلة. آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.